اشهد سعدة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالكلمة التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك والتي قدمت رؤية عصرية شاملة ومستدامة لالتزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي في تحقيق الأمن والسلام والازدهار العالمي كنهج راسخ في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بمضامين الكلمة التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تأكيدها حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون متعدد الأطراف في بناء نظام دولي أكثر عدالة وشمولا واحتراما للكرامة الإنسانية والعمل الجماعي نحو مستقبل يسوده الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار لخير وصالح جميع الشعوب والأجيال المقبلة وثمنا وزير الخارجية تسليط الكلمة الضوء على رؤية الملكية السامية للسلام والتعددية والتنوع الثقافي وتكريس القيم الإنسانية المشتركة من خلال تدشين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وأعلاء إراية الدبلوماسية والحوار في تسوية نزاعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية الأرواح البريئة وأطلاق صراح جميع الرهائن وتبني مسار موثوق لا رجعة فيه لقيام دولة فلسطينية مستقلة بما يضمن الأمن والازدهار لجميع دول المنطقة والحيلولة دون تساع دائرة الصراع الإقليمي